خالد من العريش خالد قولي يعني ايه اه سيطارة الجيش على مين العريش الو ايه خالد اتفضل استاذ احمد معايا معاك يا خالد وانت على الهوى مهجرين من رفح انت مهجر من رفح اصلا انا منهجر من رفح اطب اقفولي الميقاط ده بقى يا جماعة مهجر من رفح وطلعت من رفح انت موجود في العريش دلوقتي ولا فين والله انا في سينة بس مش في العيش دلوقتي طي ما تقول ليش فيه الجيش بعد الرافح اه الجيش بعد السينة بهد للجيش طيب اه بعد ما هدوا بيتك للأسف للأسف خالد مش معاك خالد مهجر من رفح اللي هي المرحلة مرحلة الايه الهدد الاولى لما راح قل لك والله اصلا فيه انفاء عايز ان نحمي الامن الوطني هد يا ابن البيوت دي عمرك شفت حد عايز يعمل ويحمي الامن الوطني والامن القوم الماضي يهد البيوت بحجة الانفاء طيب وبعدين قال لك المطار فيه ارهاب هد يا ابني المينة استثمار هد يا ابني وفيه تنمية وفيه حفظ لأمن الوطن وكرمته بهد بيوت الناس وطربها في الشارع انا فاكر الفيديو اللي كان فيه واحد مرمي في الشارع على رجل كبير وظابط الجيش وافق ده مقدرش يتكلم قالوا انتوا ليه بتعملوا فيها كده وكان بيبكي ليه بتعمل فيها كده ظابط الجيش سكت مقدرش يرد عليه قال لان ابن البلد دي انتا ليه بتهد بيتي وترمي حاجتي في الشارع طيب رجع لي خالد من العليش مرة تانية اتفضل يا خالد حكي لي ايه حكي لي اين حصل معاك يا خالد انا من رفع حقورونا بحجة الانفاء وبحجة التكفيريين وبهدلونا تبهدل يعني طيب اي واحد اي واحد بتكلم بيحبسوك وبسجنوه اهله بحدش بيعرفوا فين طيب العزولي مليان من اهل شمال سينة العزولي وانا عندي قاري قاري عنده تمانية وعشرين سنة اهبل كده بيلعب في الشارع يعني عم اختل عقليا اه يعني اخدوه اخدوه بعد سنتين بعد سنتين عمي شغال في المستشفى كلمني بقول لي تعالى عايزك في المستشفى رحت هناك لقيتوا ضربينوا في النار المجنون ده مجنون عاكليا قالوا اشتبكات تكفيريين ومتكفيريين والخلام ده لا حول ولا خاطئ الا بالله طيب لما هدوا بيتك في رفح ادولك فلوس عوضوك ولا عوضونا ولا حق علينا ولا عوضونا ولا حاجة كمان ما فيش تعويض والله ما هدوش الا ناس جليلة خالص معروفة بس طيب للمشايخ والناس دي قول لي يا خالد يعني دلوقتي هم اخدوا المطار وهدوا اللي حواليه وحياخدوا المينة ويهدوا اللي حواليها كده تبقى شمال سيناء وياخدوا العريش كلها والله وياخدوا الشيخ زويد وياخدوا الدنيا كلها كده بيبقى فضوا شمال سيناء خلاص بقى ايه كده بيبقى خلاص فضى شمال سيناء تبقى جاهزة بقى لصفقة القرن يهي رفح رفح فضاها خالص رفح فضاها خالص طمططة نتقى الليلة في الشيخ زويد وشوية في العريش بس هم اللي فضلوا وهو ناوي يفضي دول كمان هيفضيها هيفضيها كلها طيب يا خالد معاش خليني اقول حاجة باع المتر الواحد بألف ومئتين دولار ألف ومئتين دولار باع المتر الواحد السعودية ولمرتهم اللي دفعوه واليهود بلف الصهاين 24 ساعة بلفه عندنا في العريش بالطياران وفي الطياران رس اطلاع بكله يعني الارض اتبعت للسعودية والامارات والصهاينة موجودين علشان يرقبوا الامر الصهاينة موجودين محدش بكتر اتكلم كتين طب خالد ما عايز اقولك بس حاجة الاعلام بتاع السيسي بيقول اهل رفح واهل العريش وسكان شمال سيناء اصلا مش مصريين وولاقهم مش لمصر تحب تقول لهم ايه لا احنا مصريين اكتر من احباد نوسى واشكال الوسخدية ربنا يكون فعوانك يا خالد ويكون فعوان اهل العريش وكون فعوان اهل مصر كلها ربنا يكون فعوان الناس طيب يا جماعة ده ده خالد ده خالد اللي في الاخر بيتهم انه ارهابي قال لك خده واحد مختلع عقلية من الشارع قتلوا قالوا عليه تكفيري وارهابي وفي الاخر سايبين اللي معاهم سلاحه وبيتقتلوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة